ينفذ عدد من الأردنيين وقفة أمام السفارة السويدية في عمان احتجاجا على سماح السلطات السويدية للمتطرف الدرماركي اليميني بحرق المصحف الشريف لتفاصيل أكثر ينضم إلينا من هناك مراسلنا إسماعيل السلاوي إسماعيل مساء الخير يعني ضعنا في الأجواء أمام السفارة السويدية ومن قام بتنظيم هذه الوقفة مهند بالفعل بداية المعتصمون قرروا إقامة صلاة الإشاء في هذه الساحة القريبة من السفارة السويدية في عبدون غرب العاصمة عمان هذه الوقفة التي دعت لها عدد من الأحزاب السياسية أبرز هذه الأحزاب كانت أو كان حزب جبهة العمل الإسلامي والعديد من الفعالية الشعبية عدد جيد من المشاركين بالإضافة حتى إلى قبل قليل وجدنا نواب وأعضاف مجلس النواب مشاركون في هذه الوقفة ستبدأ الوقفة بعد صلاة الإشاء التي ستقام هنا سيطالب المشاركون بالاعتصام سيطالبون سفارة السويدية والسلطات السويدية بالاعتذار الرسمي للمسلمين عن هذا الفعل المشيين كما وصفوه هذه الوقفة وهذا الموقف الشعبي كما يقول المشاركون يتماها والموقف الرسمي حيث قبل أيام دانت وزارة الخارجية في بيان لها طبعا هذا الفعل وطالبت السلطات السويدية بالاعتذار ونشر ما يمكن أن يخفف من الكراهية ما بين الشعوب ونشر رسالة الإسلام السمح إذن ستبدأ هذه الوقفة بعد صلاة الإشاء مباشرة هناك العديد من اللافتات هناك العديد من اللافتات التي رصدناها لكن الآن هي ليست جاهزة ستبدأ بالصلاة مباشرة كل هذه الفعالية وكل هؤلاء المشاركون سيطالبون مطلبا واحد وهو الاعتذار الرسمي للمسلمين عن هذا الفعل المشيين مخند نعم إسماعيل السلاوي كنت معنا من أمام السفارة السويدية في عبدون شكرا جزيلا لك